السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة ومرة اخرى ما جرى بالامس فيما يخص هذه الاحتفالية الرائعة والمدهشة اللي جرت في طريق الملوك او طريق المواكب المقدسة او في طريق الكباش في القصر بالامس هذه الليلة الليلة المصرية العظيمة الليلة الحضارة المصرية العظيمة تضع على اكتفنا وعلى اعبائنا وعلى كواهلنا كمصريين دولة او حكومة وشعبا مهمة ومهام كبيرة وثقيلة وايضا مسؤوليات كبرى وعالية ورفيعة في كيف يمكن للمصريين ان يكونوا على هذا القدر من رفعة ومجد حضارتهم ان يكونوا هم انفسهم حضارتهم بمعنى ان تكون تلك الحضارة المصرية هي الحضارة المكونة للشخصية المصرية بكل ما فيها من مكونات سواء مكونات من مصر القديمة او مصر القبطية او مصر الاسلامية او مصر الحديثة والعصرية انه يبقى المصرية تستعاد مرة اخرى بمثل هذا الوهج العظيم الذي جرى بالامس وجرى فيه موكب المميوات من قبل ام تتذكر نفسها تستعيد شخصيتها ترد مصرياتها تنتزع مصرياتها من مخالب وحوافر تلك الافكار المتطرفة المتتعصبة المتسلفة التي تريد ان تغرق مصر او ان تدفنها تحت ركام من الافكار المتجمدة والمتخشبة والمتعصبة والارهابية بينما مصر كالمسلة مصر بفكرها بعالمها ببهجتها بتقدمها بنجاحها كالمسلة مرموقة كانها تهدف الى الشمس صعودا وانى النور طلوعا اللي مش عايز يعتقد في مصرياته ها هو يعني مدعى ويدعى فورا الى ان يبحث ويتقصى ويزاكر ويدرك انه مصري قبل كل شيء مصري فوق كل شيء مصري حتى النخاع دون ان يبدد ذلك ايا من الانتماءات لثقافة او لدين او لفكرة او لجغرافيا لكن تظل مصر هي الكيان الصاهر الذي يصهر كل هذا معا كما يصهر الحديد او الزهب فيشكل من السبيكة شيئا ثمينا عظيما باقيا خالدا ومرة اخرى مثل هذه الاحتفالات توجه انظار العالم الينا كما اننا نجزب انظار العالم الينا من خلالها ايضا فتصبح العيون راصدة مترصدة ومن ثم مركزة ومكثفة على ما يحدث في مصر فلم يعد الامر في مصر امرا محليا ان احنا نقدر ببساطة الدولة يعني تطلع قرار وتجري امر يعني في اعتقادها انه لا احد ينتبه او لا احد يلتفت لا الكل ينتبه والكل يلتفت ثم لم يعد ممكنا بيننا وبين انفسنا احنا كمجتمع وكدولة ان احنا ندي اشارات متناقضة لبعض او لغيرنا بمعنى انه يكون في اشارة واضحة من قبل الدولة وليست اشارة فقط ولكن حركة وفعلا نحو انفتاح نحو براح نحو إلغاء حل الطوارئ نحو سنديد حقوق انسان فلا يصح مع هذه الاشارة الكبيرة المضيئة اللافتة ان يبقى في قرارات وتصرفات تشوش هذه الاشارة وتشوش هذا المسار او هذا التقدم فالتصرفات او الاجراءات دي بقى والله نفسنا اصد حبس عشان ازراء اديان امن دولة طوارئ بتحبس صحفيين ونشطاء ده يعني يجعل من الامر شيئا يعني مشوشا ويجعل المسار الكبير الرهيب وكأنه ملحق بالاسئلة وبالتشكيك وها نحن سنعرف الان انه التشكيك يلاحقنا متى كانت الاشارات يعني غير منضبطة في اتجاه واحد كما ان المشهد بالامس مشهد عظيم ورائع ولا بد ان يكرر ويكرس ويكسف ويصبح جزء من هويتنا وجزء من مناهجنا التعليمية والثقافية والدينية وكل ما يخص مصر هو السيد وهو المسيد لكن كمان تفاجأ بانه هناك نظرات ربما حتى من دوائر داخل الدولة بانه تخوف من ان الحفاوة بالحضارة المصرية القديمة وبالروح الفرعونية دي تدفع الى مكاسب عدة السلفيين في الانتقاص من دور الدولة تجاه الدين والتشويه موقف الرئيس السيسي من الدين وما الى ذلك يدفع دوائر في الدولة الى انها تصد او ترد او تحجم او تعوق مصار صاعد لفكرة علاقة المجتمع المصري بحضارة المصرية القديمة خلينا اقول انه مشروعه طبيعي في كل انحاء الدنيا وفي كل انحاء العالم حتى في الدول الديمقراطية واحنا مش دولة ديمقراطية ومع ذلك مشروع في الدول الديمقراطية اللي بي في قوى داخل الدولة ودائر داخل الدولة بتعمل حالة التوازن دي وبيبقى رئيس الدولة او المؤسسة السياسية للدولة القائمة على يعني الحفاظ على التوازن من هذه القوى والدوائر